أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 مقابل تعافي 464 شخصاً، فيما تم تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحاصيلة كوفيد-19 أن أزيد من 5 ملايين و700 ألف شخص تلق الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقاحين بالجرعة الثانية إلى أزيد من 23 مليون و195 ألف شخص، مقابل أزيد من 24 مليون و745 ألف شخص تلق الجرعة الأولى. وأشرت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أزيد من مليون و160 ألف حالة، فيما بلغ مجموع حالة شفاء التام أزيد من مليون و140 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.